تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي مدبولي يعلن بدء تفعيل حزمة حماية اجتماعية استثنائية تستهدف محدود الدخل موسكو تعلن سيطرتها على بحر أزوف وأجزاء من البحر الأسود وكييف تدعو مواطنيها لمغادرة دونباس فورا انطلاق محادثات الافتراضية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني لبحث القضايا العالقة بين البلدين الثالثة بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرانوش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم موسيقى ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الاسبوعي اليوم والذي عقد بمدينة العالمين الجديدة واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة رأس السنة الهجرية داعيا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء ثم استعرض مدبولي خلال الاجتماع الجولة الخارجية الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي في كل من ألمانيا وصربيا وفرنسا والتي عكست التقدير العالمي للدور المصري وثق لها في الدوائر الإقليمية والعالمية فضلا عن دعم مواقفها في مختلف القضايا كما مثلت هذه الزيارات فرصة لدعوة الرئيس لزعماء هذه الدول لحضور مؤتمر المناخ كوب 27 بشارم الشيخ نوفمبر المقبل كما أشار مدبولي إلى زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة موجها للوزراء بالتنصيق مع وزارة الخارجية بهدف دعم أطر التعاون بين البلدين وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة المستمرة في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتوجهات الرئيس السيسي في هذا الشأن والتي تتضمن التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال بدء تفعيل حزمة حماية اجتماعية استثنائية تستهدف المواطنين من فئة محدود الدخل وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف من حدة مثل هذه الأزمات عن كاهل هذه الفئة ورفع الأعباء عنهم بما يضمن لهم حياة كريمة وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة على عدة قرارات من أبرزها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 وذلك بهدف تغليد العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر خدماته مع ضبط هذه المنظومة اشتركوا في القناة 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 السادسة كانت هذه أهم الملفات التي تمت مناقشاتها خلال الدقائق أو الساعات الماضية وما زال الاجتماع مستمر وسننتظر هذا المؤتمر الصحفي ليكون هناك استعراض لأبرز النقاط الأخرى ونحن أيضا في انتظار هذا المؤتمر الصحفي الزميل كريم بيبرس من مدينة العالمين الجديدة كنت معنا شكرا جزيلا لك أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرصه على متبعة تفاصيل الاستعدادات اللوجستية والموضوعية الخاصة باستضافة مصر المرتقبة لمؤتمر المناخ كوب 27 جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لاستعراض بعض الإجراءات الخاصة بالاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر وشهد الاجتماع استعراضا للفكر التصميمي للمنطقة الخضراء حيث تم تحديد مساحات العرض التي سيتم إنشاؤها على أن تكون هناك الكثير من المناطق الخاصة بالعرض منها عرض قصص نجاح مشروعات الدولة المصرية وكذلك عرض للابتكار والعلوم وأخرى للرعاة بالإضافة إلى معرض للمجتمع المحلي لتعزيز المشاركة المجتمعية بمختلف الفعاليات وغيرها أعلن وزير الخارجية سمح شكري الرئيس المعين لدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أعلن اختيار الدكتورة أمني العمراني كمبعوث لرئيس مؤتمر كوب 27 للشباب ووضحت وزارة الخارجية أن الدكتورة أمني العمراني ناشطة شابة فاعلة في مجال المناخ وسبق لها التعاون مع العديد من المنظمات الدولية على رأسها سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وستعمل الدكتورة أمني العمراني على تعزيز انخراط الشباب من مصر ومختلف أنحاء العالم في عمل المناخ الدولي فضلا عن ضمان الاستماع لأصواتهم في إطار التحضير لمؤتمر كوب 27 وخلال المرحلة التالية له تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى جموع المسلمين حول العالم بمناسبة العام الهجري الجديد وأكد شيخ الأزهر أن الهجرة النبوية الشريفة كانت بأمر إلهي وجاءت بحدث فارق غير مجرى التاريخ الإنساني وقامت عليه دولة الإسلام بعد أن فرقت الهجرة النبوية بين الحق والباطل وأرست مبادئ التوكل على الله مع وجوب الأخذ بالأسباب ودعا شيخ الأزهر جموع المسلمين إلى التدبر العميق في دروس الهجرة النبوية وفي مراحلها الزاخرة بالأحداث والمواقف والعبر والتأسي برسولنا الكريم محمد في أقواله وأفعاله وأحواله وفي نصرة الدين الحنيف بالعبادة وحسن العمل والإتقان وحب الأوطان بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة وقال وزير الدفاع والإنتاج الحربي في برقيته إن رجال القوات المسلحة يؤكدون اقتداءهم بهدي رسول الإنسانية الذي أرسى نموذجا فريدا لبناء الأمم والأوطان ونبراسا لطريقها نحو الرقي والتطور ماضين تحت قيادة الرئيس السيسي الحكيمة بنبل القصد وصدق الغاية لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن وصون تاريخه وأمجاده ومقدرات شعبه العظيم كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة وبعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية هذا وأقامت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد بحضور عدد من قادة وضباطي وضباطي الصف وجنود القوات المسلحة أكد اللواء أركان حرب وليد حمود عوض مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن رجال القوات المسلحة يضربون المثل في الصدق والإخلاص والتفاني مقتدين بصاحب الهجرة النبوية الشريفة فيما يحملونه من مهام ومسؤوليات والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة التي تحفظ أمن الوطن واستقراره وقدسية وسلامة أراضيه أكد الفريق أول لمحمد زكي القيد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات جاء ذلك خلال لقائه عددا من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة وبحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع رئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها المقاتلين لتوحيد المفاهيم حول عدد من القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة بدأ اللقاء بعرض تقديمي لعدد من قادة القوات المسلحة تناولوا أهم التحديات التي تشهدها المرحلة والأسلوب الأمثل لمجابهتها بما يصهم في تنفيذ أداء القوات المسلحة لأدوارها ومهامها على أكمل وجه وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة والتي تعتبر مسؤولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة في أعناقهم من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته مشيرا إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوات القادرة على مواجهة التحديات وأن القوات المسلحة بما لديها من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة في كافة التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصري العظيم كما أدار حوارا مع القادة والضباط استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا وطلبهم باستمرار الارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري حصلت الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على جائزة التمييز العالمية في نظم المعلومات الجغرافية وعلى المركز الأول عالميا في قطاع حوكمة المحاجر وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الدولي لمستخدمي برامجيات إزري لنظم المعلومات الجغرافية الذي يعد أكبر حدث دولي في العالم مخصص لنظم المعلومات الجغرافية وخلال هذه الاحتفالية التي نظمها معهد نظم الأبحاث البيئية العالمي ألقى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات ألوى أركان حرب عبدالسلام شفيق ألقى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مقدما الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من جهود مضنية في دعم الشركة للمساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية كما أشار إلى الدور الحيوي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في دعم وتشجيع جهود الشركة التي تكللت بالحصول على تلك الجائزة وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 483 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 105 أطنان وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 24 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابة 56 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 714 قضية من بينها 101 قضية خبز ناقص الوزن و82 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 21 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 104 أطنان أقماح محلية وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أعلن قائد أسطول البحر الأسود الروسي إيغور أسيبوف سيطرة بلاده على بحر أزوف والجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وأوضح أسيبوف أن سفنة وطائرات أسطول البحر الأسود تقوم بتوجيه ضربات على أهداف معادية بالغة الدقة والأهمية كما تشارك الوحدات القتالية التابعة لهذا الأسطول في العمليات الهجومية البرية للجيش الروسي دعت الحكومة الأوكرانية المدنيين لمغادرة إقليم دومباس فورا بعد تحقيق الجيش الروسي تقدما في بعض الجبهات يأتي ذلك فيما دعت حكومة منطقة دونسك روسيا إلى توسيع الهجوم ليشمل مدنا تغطي جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا في حين تركز العمليات العسكرية الجارية على إقليم دومباس ومناطق أخرى في الجنوب قال الرئيس الأوكراني برودمير زيلنسكي إن بلاده ستصدر مزيدا من الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي وخلال كلمة له بمناسبة يوم الدولة القومية تعهد زيلنسكي بمواصلة القتال ضد الوجود الروسي في بلاده مؤكدا أن الأوكرانيين يقاتلون يوما بعد يوم حتى يفهم العالم أن أوكرانيا بلد حر مستقل دو سيادة غير قابل للتجزئة يمكنكم أن تقولوا ذلك لنا كل يوم هو يوم دولة قومية الأوكرانيون يقاتلون كل يوم حتى يبرك العالم أجمع أن بلدهم ليست مقاطعة روسية ولكنها دولة حرة مستقلة زات سيادة وغير قابلة للتجزئة قدم الرئيس الأوكراني برودمير زيلنسكي المدعي العام الجديد لأوكرانيا وذلك خلال اجتماع حكومي وحل أندريك كوستين محل إيرينا فينديكتوفا التي أوقفها الرئيس في 17 من يوليو الجاري وفي أول قرار له بعد تقلده المنصب أصدر كوستين قرارا بتعيين أوليكزندر كيليمينكو في منصب نائب المدعي العام ورئيس مكتب المدعي العام المختص بمكافحة الفساد وشدد كوستين على ضرورة حصول أوكرانيا على العضوية الكاملة في المجتمع الأوروبي والاتحاد الأوروبي بدوره دعا المستشار النمسوي كارل نهيمر إلى الضغط الدولي بقوة على روسيا لوقف القتال في أوكرانيا لافتا إلى أهمية التضامن الأوروبي في هذه الأزمة الراهنة غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية على حد قوله وخلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قال المستشار النمسوي أن العقوبات لا تدخل حيز التنفيذ بالسرعة المأمولة لافتا إلى سعي أوروبا لمنع الاضطرابات الاجتماعية وزعزعة الاستقرار بسبب ارتفاع معدل البطالة في السوق الأوروبي قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت ستة مستودعات ذخيرة أوكرانية في دونتسك وفي منطقة ميكولايف من جانبها أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن صواريخ كروز روسية استهدفت قاعدة عسكرية قرب كييف ما أدى إلى تدميرها جزئيا وقال المسؤول العسكري أوليكسي كوروموف إن مبنى في القاعدة دمر وأصيب اثنان وآخران بينما أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية أحد الصواريخ رغم دخول الأزمة الأوكرانية الروسية شهر السادس إلا أن المؤشرات لا تلوح بوجود حل سياسي من كل الطرفين أو حتى من حلف شمال الأطلسي الذي يدعم كييف فالأزمة الأوكرانية الروسية التي تسببت في تباطئ النمو وزيادة سرعة التضخم في جميع دول العالم وأوقفت تصدير القمح الأوكراني والروسي وجعلت موسكو توقف تصدير الغاز لأوروبا جعلت الجميع يتابع سياسة الأمر الواقع والبحث عن حلول بدلة فبداية من كييف فقد أعلن الرئيس الأوكراني زلينسكي أن بلاده ستصدر مزيدا من الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي مؤكدا أن تلك الصادرات لن تسمح بزيادة العملات الأجنبية فقط بل ستساعد أيضا الشركاء الأوروبيين على مقاومة الضغط الذي تمارسه روسيا على صعيد الطاقة أما وزير الخارجية الأمريكية أنتونين بلينكين فقد ألقى بالمسؤولية عما يمر به العالم من أزمات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأكد أن الأزمة التي دخل الشهر السادس تسببت في أزمات غذاء عالمية وأكد بلينكين أن أوكرانيا لم ولن يتم احتلالها وستبقى دولة ذات سيادة ومستقلة ميدانيا قالت وزارة الدفاع البريطانية أن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا يكتسب قوة في مدينة خرسون الواقعة جنوب البلاد وتسيطر عليها روسيا وفي إقليم دونتسيك قال موالون لروسيا أن أربعة مدنيين قتلوا في قصف أوكراني وأصيب أحد عشر آخرون بجروح عواقب العملية العسكرية التي شنتها روسيا على أوكرانيا لم تقتصر على مجرد اهتزاز الأوضاع بالفعل في هذين البلدين وحسب لكنها طالت المنطقة والعالم بأسره كما أنها تشير إلى أهمية وجود شبكة أمن عالمية ووضع ترتيبات إقليمية لوقاية الاقتصادات من الصدمات أكدت وزارة الخارجية الروسية أن بلادها والولايات المتحدة لم تتوصل بعد إلى أي نتيجة ملموسة بشأن تبادل محتمل لمواطني البلدين المحتجزين أو المعتقلين وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زغاروفا قالت أن الرئيسين الروسي والأمريكي ناقشا احتمال تبادل المواطنين الروس والأمريكيين المحتجزين في أراضي البلدين وأعطوا تعليمات للمؤسسات المختصة لإجراء مفاوضات مؤكدة على ضرورة أن تأخذ مصالح الطرفين في الاعتبار أثناء عملية التفاوض تساهم الولايات المتحدة بـ 500 مليون دولار من أموال المنحين في استجابة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للحرب على أوكرانيا وبذلك تؤكد الولايات المتحدة التزامها القوي بدعم أوكرانيا من خلال إطار عمل البنك الدولي للقدرة على الصمود وسبل العيش رحبت الأمم المتحدة بافتتاح مركز التنسيق المشترك لتسهيل تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود لإنشاء ممر بحري إنساني يسمح للسفن بتصدير الحبوب والمواد الغذائية وأكدت الأمم المتحدة أن المركز سيقوم برصد حركة السفن التجارية لضمان الامتثال للمبادرة والتركيز على تصدير الحبوب التجارية السائبة والسلع الغذائية ذات الصلة فقط فضلا عن ضمان المراقبة في المواقع ورصد البضائع من الموانئ الأوكرانية والإبلاغ عن الشحنات التي تم تسهيلها من خلال المبادرة قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قال إن بلاده تأمل أن يصل توربين ضخ الغاز في خط نورد ستريم وان وأن يتم تركيبه قريبا في محطة بورتوفايا كان بيسكوف قد أكد في وقت سابق أنه من الخطأ ربط انخفاض تدفق الغاز في نورد ستريم واحد بتدهور علاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر ترجعت ثقة المستهلكين الألمان لشهر أغسطس إلى أدنى مستوى لها وسط المخاوف المستمرة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ونقص إمدادات الغاز وكشف استطلاع الرأي أجراه معه جي أف كي للأبحاث أن التوقعات الاقتصادية الخاصة بالدخل ونية الشراء أخذة في التراجع من جانبه أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك أن الدولة لا تستطيع تحمل عبء ارتفاع أسعار الطاقة هذا ولا يزال تضخم في ألمانيا عند مستوى عال رغم تباطئ وطيرته خلال شهر يوليو الجاري وذلك على خلفية استمرار ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية سجلت أستراليا أعلى معدل تضخم لها خلال أكثر من عشرين عاما وكشف مكتب الإحصاء الأسترالي أن مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 1.8% في الربع الثاني و6.1% خلال السنة الماضية من جانبه قال وزير الخزانة الأسترالي جيم شالمرز قال إن تضخم أستراليا لم يصل لدروته بعد مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى دروته مسجلا 7.75% خلال الربع الأخير من عام 2022 قالت صحيفة تليجراف أنه قد تظهر فترات متوترة في مجال توفير الكهرباء هذا الشتاء في حالة انخفاضات من إمدادات الطاقة من روسيا ونقلت صحيفة عن شركة ناشنال جريد المشرفة على تشغيل شبكة الطاقة البريطانية في توقعاتها السنوية عن توريد الكهرباء للمستهلكين في فترة الشتاء نقلت أنها تتوقع هذا الشتاء استخدام الكبلات البحرية التي تحمل الطاقة الكهربائية من القارة محذرة في الوقت نفسه من فترات متوترة في أوائل ديسمبر حتى مع هذا الدعم أعلن البنك المركزي العماني عن رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية الريبو بمقدار 75 نقطة أساس ليصل إلى 3% بالتوازي مع زيادة مماثلة في سعر الفائدة القياسي من البنك المركزي الأوروبي الأمريكي وذلك نظرا إلى ارتباط الريال العماني بالدولار للمرة الرابعة منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير الماضي قرر مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة الأمر الذي دفع البنك المركزية في كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت إلى رفع معدلات الفائدة الفدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة بمقدار 3-4 نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي وبأعلى وطيرة الزيادة منذ مطلع السمنانيات القرن الماضي وذلك في محاولة لتهديئة معدل التضخم وفي الإمارات قرر مصرف الإمارات المركزية رفع سعر الأساس على تسهيلات الإداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض السيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الإتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس أما في السعودية فقد قرر البنك المركزي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس من 225 من ماء في الماء إلى 3 بالماء أما البنك المركزي الكويتي فقد أعلن أيضا رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 225 من ماء بالماء إلى 225 من عشر بالماء كما تقرر أيضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة كما قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسية على ودائع الأسبوع الواحد من 225 من عشر في الماء إلى 235 من ماء بالماء كما أقر مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3 بالماء ورفع سعر فائدة الإقراض من المصرف بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3 و75 من ماء بالماء أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أهمية تعزيز التعاون بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية لدعم القضايا العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وخلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط شدد العسومي على حرص البرلمان العربي في إطار استراتيجية عمله الجديدة على إعلاء دور الدبلوماسية البرلمانية العربية كآلية محورية لجميع مبادراتها مشيرا إلى أن التكامل بين الدبلوماسية البرلمانية التي يقودها البرلمان العربي وبين الدبلوماسية الرسمية التي تقودها جامعة الدول العربية يمثل قيمة مضافة لتعزيز منظومة العمل العربي المشترك أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيؤكد في اتصال هاتفيا لنظيره الصيني تشي جيم بينج تمسك الولايات المتحدة بسياسة الصين الواحدة وخلال مؤتمر صحفي قال منصق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كاربي قال إنه على قناعة بأن بايدن سيؤكد بشكل أو بآخر على عدم وجود أي تغيير على تمسك أمريكا بسياسة الصين الواحدة يأتي ذلك على خلفية الزيارة المرتقبة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لجزيرة تايوان أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أن بلاده مستعدة لنشر قوات الردع النووي تحسبا لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة وخلال كلمته بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للهدنة في الحرب الكورية قال كيم إن المواجهة مع الولايات المتحدة تفرض تهديدات نووية مضيفا أن القوات المسلحة الكورية مستعدة على نحو تام للتعامل مع أي أزمة وأن قوات الردع النووي مستعدة تماما للانتشار للقيام بكافة المهام الموكلة إليها بدقة وإخلاص التقت مجموعة من المشرعين اليابانيين من بينهم وزيرا دفاع سابقا مع رئيس تايوان في زيارة لمناقشة الأمن الإقليمي وقال الوفد برئاسة المشرع ووزير الدفاع السابق إنه يريد التوصل إلى اتفاق مع تايوان بشأن قضايا الدفاع والاستعداد لأي صراع محتمل في المنطقة بينما يسعى أيضا إلى منع بلاع صراعات قال وزير الدفاع البولندي أنه من المقرر يوصول ست طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-22 إلى بلاده الأسبوع المقبل كجزء من مهمة الحماية الجوية لحلف الأطلنطية وقال الوزير البولندي أن الطيارين الأمريكيين سيقومون بدوريات في سماء بولندا للتدريب مع زملائهم البولندينيين مشيرا إلى أن الطائرات سوف تتمركز في قاعدة لاسك الجوية بوسط بولندا فادت السلطات في أستراليا بأن مرض جدري القرد أصبح مرضا معديا ذي أهمية وطنية وقال كبير الأطباء بول كيلي أنه تم تفعيل المركز الوطني للحوادث لتعزيز التنصيق عبر الولايات والأقاليم الأسترالية لإدارة تفشي المرض وأضف أن أستراليا تم رصد ما يقرب من 44 حالة إصابة بجدر القرد معظمها لمسافرين عائدين إلى البلاد قال مسؤول كبير في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا إن مسؤولي الفضاء الروس أبلغوا نظراءهم الأمريكيين أن موسكو ترغب في مواصلة نقل روادها إلى متن محطة الفضاء الدولية حتى يتم بناء موقعهم المداري وتشغيله وتشير أحدث المؤشرات إلى أن روسيا لا يزال أمامها ست سنوات على الأقل لإنهاء تعاون مداري مع الولايات المتحدة يعود إلى أكثر من عقدين أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن العمليات المشتركة في الوزارة نفذت عملية لإغاثة المتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها الفجيرة هذا ووجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية الاتحادية للعمل على حص أدرار السيول والأمطار التي شهدتها مناطق الدولة المختلفة بالتنسيق مع الجهات المحلية في مختلف إمارات الدولة كما وجه برفع تقرير مفصل حول الأدرار والبدء الفوري باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الممتلكات والأرواح بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشراطية والبلديات في إمارات الدولة كافة كثفت أجهزة الإطفاء المغربية جهودها للسيطرة على حرائق غابات أججتها رياح نعتية في شمال البلاد وفي جنوب طنجة الأكثر تضرراً ذكرت مصادر محلية أن فرق الإطفاء وبدعم من الجيش تحاول حصر البؤر التي ما زالت نشطة وحماية القرى المعرضة للخطر وقامت في إطال ذلك ثلاث قاذفات قنابل مائية بخمس وعشر طلعة في محاولة للسيطرة على الحرائق كما تم إجلاء تسعمائة وخمس وثلاثين عائلة من خمس عشرة قرية في إجراء وقائية أهلا بكم من جديد ضربت مئات الهزات الارتدادية شمال الفلبين على إثر زلزال قوي ما دفع السكان المنكبين إلى النوم خارج منازلهم كان زلزال شدته سبع درجات على مقياس رختر ضرب مقاطعة أبرع في شمال الفلبين ما أصفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح أكثر من مائة وخمسين آخرين ودمر الزلزال عدة منازل وتسبب في انهيارات أرضية وقد اهتزت المباني حتى العاصمة مانيلا التي تبعد ثلاثمائة كيلو متر وإلى فرنسا حيث دمر حريق متعمد على الأرجح نحو عشرة كيلو مترات في جنوب شرق البلاد ما أدى إلى إجلاء حوالي ثلاثمائة وخمسين شخصا وقال المدعي العام في بريفاس كبرى مدن المنطقة إن الفرضية الجنائية مرجحة مشيرا إلى أن شخصا واحدا أوقف قيد التحقيق وعمل حوالي ستمائة عنصر الإطفاء على إخماد الحريق تأتي الحرائق الجديدة بعد أيام على حرائق أخرى دمرت خلال 12 يوما أكثر من 200 كيلو متر من الغابات في جرون في جنوب غرب البلاد أعلن وكيل الأزهر الشريف محمد دويني نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام بنسبة نجاح عامة 57.31% بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 50.97% فيما بلغت في القسم العلمي 68.55% كما بلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية 97.2% وهن أوكيل الأزهر الطلاب والطالبات الناجحين جميعا معربا عن تحياته وتقديره لهؤلاء الطلاب الذين اكتهدوا وحصلوا العلوم الأزهرية بتنوعها وشمولها ومنهجها الواسع الذي يميز الطالب الأزهري ويجعله مهيئا لدخول المرحلة الجامعية عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الموارد المائية ورأي محمد عبد العاطي وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحث المياه واستعرض الوزير خلال الاجتماع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل حيث تبين أن معدلات الأمطار حول المعدل خلال شهر يوليو حتى الآن ومتابعة الحالة الهايدرولوجية للنهر والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي وأليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة يستعد مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع لتسليم 25 عربة من عربات نقل الغلال إلى هيئة السكة الحديد يعقبها خلال الأربعة أشهر القادمة تصنيعه وإنتاجه 50 عربات سكك حديدية لاستكمال أسطول نقل الغلال وقال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إن ذلك يأتي تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام الهيئة بإنتاج عربات سكك حديدية مجهزة لنقل الغلال بطاقات نقل كبيرة لتسمح بسرعة نقل وتفريغ سفن نقل الغلال بالموانئ المصرية وبنقلها إلى أماكن صوامع تغزين الغلال والتي تم إنشاؤها في مختلف محافظات الجمهورية تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي لالتهاب الكبد كل عام في الثامن والعشرين من يوليو للتوعية بالتهاب الكبد الفيروسي الذي يسبب التهاب الكبد المؤدي إلى أمراض خطيرة وصراطان الكبد وأولت الدولة المصرية اهتماما بالغا لمواجهة التهاب الكبد كبد الفيروسي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو الأمر الذي لقى العديد من الإشادات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية بهدف الزيادة ورفع التوعية بالتهاب الكبد الوبائي تم تخصيص يوم عالمي لهذا المرض يوافق السامن والعشرين مليون يوليو من كل عام من أجل تشجيع ودعم عمليات الوقاية والتشخيص والعلاج منظمة الصحة العالمية تنظم العديد من الأنشطة تؤكد خلالها الضرورة الملحة لاتخاذ الجهود اللازمة للقضاء على التهاب الكبد الوبائي بحلول عام 2030 بوصفه تهديدا للصحة العامة الدولة المصرية أولت اهتماما بالغا لمواجهة التهاب الكبد الوبائي فيروسي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو الأمر الذي لقى العديد من الإشادات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لعبت دورا هاما وبارزا في القضاء على فيروسي في مصر كما نجحت في الكشف وتقديم العلاج والقضاء على فيروسي لأكثر من مليوني مواطن وهو الأمر الذي نجح في تحويل مصر من دولة تضم أكبر عدد من المصاب فيروسي إلى الدولة صاحبة التجربة الرائدة في مواجهة هذا الفيروس والقضاء عليه كما حققت مصر تقدما كبيرا فيما يتعلق بإنتاج أدوية علاج فيروسي الأمر الذي نتج عنه انخفاض تكلفة العلاج الدولة المصرية تول اهتماما كبيرا بصحة المواطن عبر إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي تستهدف في المقام الأول الاهتمام بصحة المواطن فضلا عن إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصري الذي يأتي في مقدمة أولويات الدولة افتتحت جامعة المنصورة توسعات مستشفى البطن التخصصي بمساحة 700 متر مربع ويدم 9 أدوار منها 7 أدوار طبية تحتوي على 350 سريرا يحتوي المركز على 72 سرير عناية مركزة ليصبح مستشفى البطن بها 114 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى دور الغسيل الكلوي ودور كبد وجهاز هضمي وأكد رئيس جامعة المنصورة أشرف عبد الباصد أن مبنى التوسعات الجديد يعد إضافة بمنظومة القطاع الطبي بالجامعة تلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة خلال العام المالي 2021-2022 وفقا لمنهجية البرامج والأداء وربط ما تم تنفيذه من أعمال في حياة كريمة بأهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة أكدت الوزارة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعد أحد أهم المشروعات القومية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري من خلال الحد من معدلات الفقر والبطالة وتحسين جودة الحياة العامة للمواطنين تستهدف المبادرة الوصول إلى جميع المناطق الريفية على مدار ثلاث سنوات بما يمثل 58% من سكان مصر نظمت إدارة الشؤون الصحية في إدفو قافلة علاجية بقرية السماحة تابعة لوادي الصعيدة ومركز إدفو بأسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم إجراء الكشف الطبي على أهالي القرية وصرف العلاج بالمجان وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة في إدفو وأسوان لعمل أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي وحالات أخرى تحتاج لعمليات جراحية نظمت مدرية الصحة بضميات قافلة طبية في الركبية التابعة لمركز كفر البطيخ وقال وكيل وزارة الصحة بضميات إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة تخصصات طبية فضلا عن معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا قافلة النهاردة وضمن مبادرة حياة كريمة موجودة بقرية الركبية التابعة لمركز كفر البطيخ قافلة العلاجية بتمسل جزء الصحي من مبادرة الصحية حياة كريمة قافلة العلاجية بتتمسل حاجتين مهمين جدا وهم أن هي بتقدم الخدمة المجانية تماما بداية من قطع التسكير أو حتى انتهاء الخدمة حاجة تانية أنها بتوصل للمواطن الحد عنده وده تسهيلا على أهلنا من كبار السنة وزاوي الإحتاجات الخاصة اللي ممكن ما يقدروا وصل لقرب مستشفى مركزي خصوصا القافلة من أهم معاييرها يكون بعيدة عن المستشفى المركزية بمسافة لتقل على 15 كيلو مدر القافلة بتقدم خدماتها الطبية والعلاجية بالمجان تماما في هذه القرية هذه القرية من الأماكن الأشد احتياجا للخدمة الصحية نظرا لبعدها عن المستشفى حوالي أكثر من 20 كيلو طبقا لتعليمات وزارة الصحة والليحة الكوافل نحن نقدم خدماتنا الطبية في الأماكن البعيدة عن المستشفى معانا 12 عيادة تخصوصية معانا صيدلية متكاملة فيها 150 صنف أدوية بنقدم خدمة طبية مجانية لعلاج بالمجان بنقابل المريض وبناخد منه التسكرة بعد الكشف بنديله العلاج وبنشرح له طريقة استخدامه ولو فيه أدوية بتتعرض مع بعضها أو مع الغذاء والطعم ووقت العلاج بنقوله عليه النهاردة بكرا إن شاء الله فيها عيادات متنقلة في كافة التخصصات وصيدلية صرف الأدوية بالمجان وفيه برضو الخدمة لو فيه حالات مستحقة للتحويل للمستشفيات بتتحول لأقرب مستشفى لينا وهي مستشفى قفر البطيق تعني الكافلة دي كافلة بسم الله ما شاء الله وده كترة بتوحها منتزين ويكشف تعظام والله يصلح لك يا رئيس وكتر من أمثالك وربنا يصلح لك ويجعلك بتعمل الخير على طول شاهدت قرية المنشأة الكبرى بمركز الصنطة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1247 مواطنا من أهالي القرية فضلا عن تحويل 51 حالة لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة أعلن رئيس جامعة الطنطة محمود زاكي حرص الجامعة على دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال تقديم الرعاية الصحية للمرضى على أعلى مستوى في القرى الأكثر احتياجا وصرف العلاج بالمجان عن طريق إطلاق سلسلة من القوافل الطبية الشاملة لدعم المنظومة الصحية لمحافظة الغربية اختتمت فعاليات القافلة الطبية بالوحدة الصحية بأم الحويطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 252 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين وتم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر اختتمت أمس بالعاصمة الغنية أكرى اختتمة الاجتماع التاسع لمجلس وزراء اتفاق منطقة التجارة الحرة القرية الإفريقية بحضور عدد من وزراء التجارة للدول لأعضاء الاتفاق وسكرتارية الاتفاقية وممثلين عن شركاء التنمية منهم بنك التنمية الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الجمارك العالمية وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي في هذا الإطار أكد إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية خلال مشاركته في الاجتماع نيابة عن وزيرة التجارة والصناعة حرصة مصر منذ بداية المفاوضات على التزامها الكامل وعلى مشاركتها الفعالة بغية استكمال التفاوض في الأمور الفنية العالقة من المرحلة الأولى للمفاوضات وإلى البرصة المصرية حيث أنهت أسواق المال تعاملات الجلسة نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب وربح رأس المال السوقي 3 مليارات و600 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 628 مليارا و100 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 0.88% كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 20 بنسبة 74 من 100% وصعيد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 0.81% انتهت اخبارنا وبقية تذكير بالعناوين تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي مدبولي يعلن عن بدء تفعيل حزمة حماية اجتماعية استثنائية تستهدف محدودي الدخل موسكو تعلن سيطرتها على بحر ازوف واجزاء من البحر الاسود وكيف تدعو مواطنها لمغادرة دنباس فورا انطلاق محادثات افتراضية بين الرئيس الامريكي ونظيره الصيني لبحث القضايا العالقة بين البلدين موسيقى اذا مشاهدين الكرام وصلنا واياكم الى نهاية نشرتنا دمتم في امان الله موسيقى